فتحت سلطات المصرية اليوم بوابة معبر رفاح البري بشكل استثنائي لمدة يومين لعودة العالقين في الجانب المصري فقط والخارج إلى غزة وذلك بعد إغلاق السمر 86 يوما ودعت هيئة المعابر في غزة الجانب المصري لإعادة فتح المعبر في الاتجاهين لإنهاء معاناة السفر لآلاف الفلسطينيين وذوي الحالات الإنسانية وتكون السلطات المصرية بفتح معبر رفاح بين فترة وأخرى بشكل استثنائي وجزئي للحالات الإنسانية والطارئة ويعد معبر رفاح شريان الحياة والمنفذ الخارجية الوحيدة للغزيين